أنا آدم في السماء الأولى ليكون أبو البشر في استقبال سيد البشر لماذا؟ لماذا؟ ليعتذر له عما جانه بعض أبناء من البشر تخيل حضرتك كده زاهب إلى أحد العائلات الكبرى والقبائل في مطروح أو في سيناء فخرج رأس القبيلة لاستقبالك محتاج حد تاني؟ ولعل هذا هو الملمح أو الدرس المستفاد ووجود أبينا آدم عليه السلام كأن البشرية كلها في السماء الأولى نعم كأن البشرية كلها في استقبال حضرة النبي مرة أخرى وجودهم علمهم عند رب العزة سبحانه وتعالى أو هيئتهم أو كنيتهم في هذه اللحظة علمها عند رب العزة هل بأجسادهم بأرواحهم؟ هي القضية كلها قضية محكمة بعالم الملك اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم لكي يكون لائقا في التعاطي لقوه بأرواحهم أحياه مش إحنا مؤمنين ربنا هيحيينا مقادر على كل شيء مقادر على إحيائهم سبحانه وتعالى خاصة أن أجساد الأنبياء التي أكلها التراب طب والأرواح موجودة فتردوا إلى الجسد الباقي الروح فتعودوا إليه قضية كبيرة جدا عند أهل الأولى خاصة أننا نؤمن أن سيدنا عيسى عليه السلام حي حي في السماء خلاص ده كلام كثير جدا والبعض رواد تقولك أن إدريس نفسه قبض في السماء الرابعة إلى غير ذلك فده آدم طب في السماء الثانية قابل سيدنا يحيى وسيدنا عيسى نعم بقول لحضرة النفس السلام أخواتك همت أنت زعلان يعني على الإزاء طب ما هناك من الأنبياء قتلوه لو سيدنا يحيى نعم والآخر كادوا أن يقتلوه وما قتلوه وما صلبوه نعم فيا محمد اعلم بأن النبوة اختبار وأن النبوة ألم وأن الأبوة وأن النبوة تحمل وهكا المثل يحيى وعيسى عليهم السلام ثم بعد ذلك بس في ملمح هو بيقول له أنت في رحلة آيات فأعظم آية تبرز في الأول إيه مخلوق بدون أب ولا أم فيبقى آدم طب يدونه نموذك تاني للتفرد يبقى عيسى من أم عليه السلام بدون أب نعم هذه نموذك تاني في الآيات في التفرد في الإعجاز عشان بعد شوية لما يرتقي هيشوف حاجات أكبر فبنوريك الخفيل دلوقت عشان الأعظم جاي أهو مخلوق بدون أب وأم مخلوق من أم دون أب يطلع بعد شوية في السماء الثالثة فيابي سيدنا يوسف أو ده من أب وأم بس ده من أم الشقيق فحصل بينهم اللي حصل عشان مجموعة من الأشقاء اختلفت بس البطن فحصل ما حصل فأنت تحمي فيصعد سيدنا نبي للسماء الثالثة إحنا قلنا عاوزين نربط إن سورة يوسف نزل في العام العاشر من البعثة فالنبي أرى القصة بعد ما تقرى القصة دي أنا وإنت مش نفسك تشوف سيدنا يوسف نفسك نفسك طبعا ورهو لك أهم عشان يبقى فيه ملمح مش بس هتشوف ورفع أبويه على العرش ده أنت هتشوفه كمان في الجنان في المقام الرفيع في السماوات كأنه ده ملمح أيضا من التسريع نصعد بقى لسيدنا إدريس في السماء الرابعة سيدنا إدريس ده أنا أتعرف كتير أولا غالبية ما ذكر فيه منقول عن بني إسرائيل يعني إسرائيليات فبدأت أتأمل هو ليه سيدنا إدريس في السماء الرابعة وربنا بيقول عنه ورفعناه مكانا علي ليه أولا لأن سيدنا إدريس وصف في القرآن أنه صديق النبي وهتجد القرآن تحدث عن مين عن إبراهيم صديق النبي عن إدريس صديق النبي وأمه صديقة على ستين مريم ويوسف الصديق أدي دول للزكرة نعم لما نجي نبحث في مقام الصديقية قال لك هو مكاء هو مقام الكمال ده المقام اللي بعض النبوة المقام اللي بعض النبوة الناس حفظ القرآن بس عاوزينكم تربطوا مع بعض إحنا بنقول إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مين دول يا رب أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء فأتى بمقام الصديقية بعد النبوة النبوة أرقى أرقى طبعا ثم الصديقية ثم الشهادة ثم الولاية للصالحين هل هذا الحديث بين القوسين معذرة يعني ينصرف على سيدنا أبي بكر لأننا دايما نقول سيدنا أبي بكر الصديق وليه بقى ليه أن دي حضرتك ليه لما جينا ناخد مقام الصديقية على أبو بكر لأن من أهم ما يجب أن يستفاد من رحلة الإسراء والمعراج الإيمان بالفكرة يعني أنتم يا مصعوز أنتم تبنوا بلد كذا كذا اؤمنوا بالفكرة واشتغلوا عليها مش أشخاص هي فكرة الأمة الدولة أن تقوم شوف سيدنا أبو بكر لما جاله أبو جهر قال له إن لنصدقه في أمر السماء ده إحنا من سد إن بينزل عليه الوحي أفلن نصدقه في هذا خلاص فالقوبة بالصديق بس مما فتح لي في هذا المقام بالنسبة لسيدنا أبي بكر إن مقام الصديقية تجلى أكثر وأكثر عند وفاة الرسول صلى الله عليه الصلاة عندما تشتت القوم وقال عمر ما قاله من يقول بأن محمدا قد مات لأقتلنه فإذا بذلك الصديق نعم المؤمن بالفكرة المؤمن بالرسالة الصادق في التوحيد لأن مقام الصديقية هو الإخلاص التام للرسول وللرسالة خلاص قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات الله ومن كان يعبد الله فإن الله لا يموت حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول فالقضية هي أننا نؤمن بفكرة الوحدانية لله هنا ثبت عمر سيدنا عمر ثبت عمر وعاد إذا فمقام الصديقية ده مقام رفيا كأن مقام الصديقية هو المقام الذي يكتمل عنده الضمير الإنساني نعم الضمير القيمي فأراد الله عز وجل أن يبرز هذا الكمال القيمي والأخلاقي في شخصه دين إدريس في السماء الرابع هل نحن مطلبون بأن نسعى للوصول إلى هذه المرحلة أم أنها مرحلة راقية جدا لا يصل إليها إلا من اصطفاه الله سبحانه وتعالى القاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وكما يقول أشيخنا من صار على الضرب وصل خاصة أن هذا